أكدت وزارة الخارجية أن مصر تتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير بجنوب لبنان والذي شهد غارات إسرائيلية مكثفة على المنطقة بما ينال من وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية وجددت وزارة الخارجية تضامن مصر الكامل مع لبنان الشقيق في هذا الظرف الدقيق كما جددت تحذيرها من أن هذا التصعيد الإسرائيلي غير المبرر يضع المنطقة في مفترق طريق خطير وبما قد يؤدي إلى تابعات كارثية على استقرار المنطقة ودخولها حربا إقليمية شاملة لن تكون أي دولة بالمنطقة بمنأة عن تدعيتها كما أكدت الخارجية أن مصر تدين كافة الأعمال الأحادية كما تدين سهداف المدنيين وانتهاكات القانون الدولي الإنساني مشددة على حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والضفة الغربية باعتبار أن ذلك هو السبب الأساسي للتوتر والتصعيد بالمنطقة ترجمة نانسي قنقر